هنروح لمنتخب الجنباز زي ما حضركم عارفين وكان دفنا دكتور اهاب امير رئيس اتحاد الجنباز بيشاركوا في بطولة العالم اللي موجودة في قطر او اللي تقوم في قطر دلوقتي منتخب الجنباز بيشارك فيها او البطولة دي بيشارك فيها 24 دولة ومرحلة التأهيل بتتلاقي بالنهاردة وبكرة اما مرحلة ناهية فهتكون ايام الجمعة والسبت اللي جايين البحثة طبعا بترأيسها دكتور اهاب امير رئيس الاتحاد وبتضم لعبات نانسي طمان زينة ابراهيم جانة هاني اما اللاعبين عمر امر العربي علي زهران محمد عشور وعايز اقول لكم خبر لسه جالينا حالا ان اربع لعبين مصرين يتأهلوا لادوار النهائية مين هم نانسي طمان اللي كانت ضفتنا واللي اخدت بطولة العالم او زهبيت بطولة العالم وزينة ابراهيم وجانة هاني وعلي زهران الاربعة دولة اهالوا لنهايات وده خبر يساعدنا يعني بشكل كبير هم كده بيقربوا بشكل او باخر لبطولة او يعني مادليا زي ما بيقولوا في بطولة العالم